اختتمت الخميسة اعمال الدورة التدريبية التي اقيمت بقاعة كلية القانون تحت عنوان اساسيات المناظرة التي ينظمها المجلس البلدي ترهونة بالتعاون مع المركز الاعلامي ترهونة وجامعة الزيتونة ومنتزه عين الشرشار السياحي وسط حضور عميد المجلس البلدي بالبلدية والكاتب العام لجامعة الزيتونة وعميد كلية القانون ترهونة والمدير التنفيذي بمنتزه عين الشرشار ورئيس وعدد من اعضاء النادي بازاليكا للمناظرات بالمدينة الخميس كما حضر حفل الختام عدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب ولفيف من الاهالي والمهتمون بهذا الشأن ويعتبر فن التحور بالحجج بشكل حضري بعيدا عن التعصب والمشاحنات السلبية علم وطريقة تعامل تستحق الاهتمام بها وأقيم على هامش حفل الختام هذا مناظرة علنية تناولت موضوع أثر القبلية في الأزمة الليبية كمثال يخرج فيه المتدربون لأول مرة أمام الجمهور ولجنة التحكيم حيث عبر الحضور عن مدى إعجابهم وتمكنهم في الحوار وامتلاكهم لوسائل الحوار بكل حرفية وإتقان هذا وقد وزعت شهادات المشاركة على المشاركين بالدورة وشهائد الشكر على المساهمين في إنجاح الدورة ترجمة نانسي قنقر